طيب يعني لو نلخص أهداف قمة تيكاد 8 قمة تيكاد طبعا في البداية لما نتحدث عن القمة الحالية لابد أن نقدم كل التهنئة إلى الشعب التونسي وإلى الحكومة التونسية في هذا التنظيم الرائع تونس كانت محتاجة هذه القمة محتاجها على المستوى الشعبي وكيف أن تونس في هذه الظروف أصبحت يمكنها أن تنظر هذه القمة الكبيرة تونس استعدت جيدا لهذه القمة من خلال عرض مجموعة من المشروعات نحو 88 مشروع بتستهدف منهم جذب 2.7 أو 2.8 مليار دولار ليساعدوها في مزيد من الحركة الاقتصادية لما بننتقل إلى هذه القمة أهم شيء بتشتغل عليه القمة وده شيء بيهمنا جدا كيف لنا أن يتم خلق تنمية في إفريقيا بالتعاون مع الجانب الياباني والمؤسسات الدولية تراعي اعتبارات المناخ وده محور مهم جدا لأن مصر تذهب إلى هذه القمة وهي محطة من المحطات التي مصر تشارك فيها استعدادا لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم هناك مشروعات محددة بتعرضها مصر مصر تدعم مشروعات التحول الأخضر وما يرتبط به من مشروعات أيضا متعلقة بالتحول الرقمي وكيف لإفريقيا أن تنطلق إلى مستقبل أخضر إفريقيا مظلومة إفريقيا بتتأثر بالإنبعاثات الحرارية دون أن تصنعها كيف لنا أن نتحدث عن ذلك بالتالي فإن مصر بيهمها هذه الملفات لأن القمة التكاد مع تعدد محاورها كل دولة من الدول المشاركة بتذهب ولديها أولويات إذا كنت ذكرت أن بالنسبة لتونس لديها ملف محدد بمشروعات محددة بالتالي فإن كل دولة بما فيها مصر لديها ما تذهب إليه لأن هذه القمة فرصة لكي يتم من خلالها لقاءات جانبية كثيرة ومتنوعة ومتعددة ملتقى كبير جدا وهم جدا كل دولة بتأتي ولديها الملف مشروعات محددة بتدخل في استراتيجية إفريقيا عشرين تلاتة وستين بتتفق مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عشرين تلاتين إذن مهم أن كل دولة لديها ملف مطابق للمعايير الدولية أما وأنه أصبح مطابق للمعايير الدولية هيلائي فرصة للتمويل هذا الأمر في إطار أن الحكومة اليابانية لا تأتي بصفاتها حكومة فقط ولكنها تأتي بمستحبة شركات ورجال أعمال يابنيين الحكومة اليابانية بتعطي غطاء سياسيا وبتعطي دعما سياسيا وبتشجع الكينات الاستثمارية في اليابان بأن تذهب إلى هذه القمة بترسل إليهم رسالة اتفضلوا اذهبوا إلى إفريقيا نحن نبارك هذا الأمر علاقات اليابان مع إفريقيا جيدة بالتالي فهي رسالة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين لدخول السوق الإفريقيا ترجمة نانسي قنقر